بربي ماليكي فؤاد التاصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي آضاءت وقلبي سماء طريقي تجلى ونور احترام الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شقورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم جزهي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل متجددا موصولا في الحديث عن شكر نعمة الله عز وجل وقد انتهى بنا الحديث في اللقاء السابق عن الحديث عن النعمة الدائمة التي أنعم الله عز وجل بها على الخلق فهي غاية مطلوبة لذاتها إنها نعمة السعادة في الآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السعداء ونحن اليوم أيها الأحبة على موعد للحديث عن النعم التي هي سبيل لهذه الغاية وقد قال العلماء أن نعم الله عز وجل على الخلق إنما تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما هو غاية لذاته وهي نعمة السعادة في الآخرة كما بيّنت قبل ذلك والقسم الثاني ما هو سبيل لتحقيق هذه الغاية أو ما هو مطلوب من أجل تحقيق هذه الغاية فهذه النعم هي الوسائل الموصلة إلى الغاية الكبرى وهذه النعم على أربعة أقسام فتأمل القسم الأول فضائل النفس وهذه تندرج تحتها مجموعة من النعم كالإيمان وحسن الخلق وغيرها مما يندرج تحت هذا النوع من النعم التي ينعم الله بها على بعض خلقه القسم الثاني فضائل البدن وذلك مثل الصحة والعافية وغيرها مما يتعلق بهذا الباب القسم الثالث النعم المحيطة بالبدن وهذه مثل المال وما يتعلق به من النعم القسم الرابع الأسباب المعينة على الفوز في الدنيا والآخرة من ذلك سبل الهداية والإرشاد فأنت يا عبد الله تتقلب في نعم الله عز وجل على كل سبيل ولو تأملت لوجدت نعم الله محيطة بك فتعالوا بنا لنتوقف مع شيء من هذه النعم لعلنا يكون في وقفتنا معها عبرة لمعتبر أو تذكرة لمتذكر إنه على كل شيء قدير من أعظم نعم الله عز وجل علينا أيها الأحبة نعمة الخلق والإيجاد نعمة الخلق والإيجاد كثير من الناس لا ينتبه من أجله لهذه النعمة والله عز وجل قد امتن على خلقه بهذه النعمة قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله عز وجل يسألك هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل تأملت هذه النعمة أن الله قد خلقك وأوجدك هل تأملت هذه النعمة ماذا كنت أنت أيها الكريم الشريف العزيز الكبير ماذا كنت أنت قبل بضعة أعوام ماذا كنت أنت قبل أن يتزوج والدك بوالدتك ماذا كنت أنت قبل حين من الدهر هل كنت شيئا مذكورا هل كان أحد يعرف عنك شيئا هل كان لك ذكر في هذه الأرض هل كان لك ذكر بين الناس هل كان القوم يعرفون قدومك إن الإنسان أيها المسلم ولا شك قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا يذكره الناس فتذكر نعمة الله عليك وقد أوجدك من العدم سبحانه تعالى وبحمده فتأمل نعمة الخلق والإيجاد أن الله أوجدك في هذه الحياة وجعل لك إسما وجعل لك رسما وجعل لك وجودا وجعل لك حياة وجعل لك أخذا ومنعا وإعطاء وجعل لك أفعالا كل هذه نعم من الله عز وجل قليل من الناس من يتذكرها وقليل من الناس من يتأمل هذه الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاجن بتليه فجعلناه سميعا بصيرا من نعم الله عز وجل عليك أنه سبحانه إذ خلقك إنما خلقك إنسانا فنعمة الإنسانية نعمة عظيمة أنك خلقت ولم تكن على غير ما أنت عليه قد كنت قبل ذلك غير موجود فلما أوجدك أوجدك إنسانا كرمك على بقية المخلوقات قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا خلقت إنسانا ولم تكن غير ذلك خلقك الله إنسانا وفضلك وكرمك على بقية خلقه أجناس أخرى كالدواب أو كالجمادات كل هذه خلق من خلق الله ولكن الله إذ خلقك كرمك على هذه المخلوقات وجعلك إنسانا مكرما على بقية المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا كذلك من نعم الله عليك نعمة النطق والبيان هذه نعمة يغفل عنها كثير من الناس أنك تستطيع أن تبين ما تريد لستك غيرك من الدواب تمرض فلا تستطيع أن تذكر مرضها لا تستطيع أن تشتكي ولا أن تصف حالها ولقد امتن الله عليك بهذه النعمة بنعمة البيان تأمل إن شئت قول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ففي هذه الصورة المباركة في صورة النعم تلك التي كرر الله عز وجل فيها هذا السؤال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي بأي نعم الله تجحد وبأي نعم الله تكفر يمتن الله عليك بهذه النعمة نعمة البيان بل لقد جعلها ربنا سبحانه جعل ذكرها بعد ذكره نعمة الخلق والإيجاد مباشرة خلق الإنسان علمه البيان فالحيوان مخلوق ولكنه لا يستطيع أن يبين ما بداخله هل تستطيع أن تسمع الحيوان عند جوعه يقول أني جائع أو يقول عند عطشه إني عطشان لا يستطيع لم يرزق بهذه النعمة أما الإنسان فقد كرمه الله على خلقه إذ جعله يستطيع أن يبين ما يريد يريد أن يأخذ يقول أريد أن أأخذ يريد أن يعطي يقول أريد أن أعطي يستطيع المرء أن يبين ما يريد فهذه نعمة بل والله من تأملها يرى فيها أنها نعمة من أعظم النعم لا يقدرها إلا من حرمها ذاك الذي لا يستطيع أن يبين ما يريد من نعم الله عز وجل عليك يا من تسمعني الآن وتصغي إلي نعمة البصر تستطيع أن تقلب بصرك فترى الأشياء ترى الذاهب والآتي ترى السماء والأرض ترى الأولاد ترى الزوجة كم من رجل أعظم أمنية يتمناها أن يرى ولده أو ابنته كم من رجل حرمه الله عز وجل من النظر يتمنى أن لو نظر ساعة واحدة ليرى ما حوله من الأشياء لذلك من ابتلاه الله بحبيبتيه يعني في عينيه فصبر كان جزاؤه الجنة قال صلى الله عليه وسلم من ابتلاه الله بكريمتيه وفي رواية بحبيبتيه قال العلماء إنما سميتا العينين بالحبيبتين لأن المرء بهما يحب الحياة وسميتا في موطن بالكريمتين لأن المرء بهما يتكرم على سؤال الناس فلا يسأل الناس شيئاً فيجعل المرء كريماً بذاته لا يحتاج إلى غيره أما من فقد كريمتيه فهذا مبتلاً فهذا مبتلاً ابتلاعاً عظيماً نسأل الله أن يصبر المبتلون من المسلمين على البلاء من ابتلاه الله بكريمتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة كذلك من نعم الله عز وجل على خلقه نعمة التسخير أن الله عز وجل سخر لك بقية المخلوقات سخر الله الشمس والقمر فالشمس تخرج في النهار تنفع الدنيا بحرارتها ونورها والقمر يظهر في الليل ينفع الناس بنوره في طرقاتهم فالله عز وجل خلق الشمس وسخرها وخلق القمر وسخره وخلق النجوم وسخرها وخلق الجبال وسخرها وخلق الأرض وسخرها وخلق الدواب وسخرها كل هذه المخلوقات مسخرة في خدمتك سخر الله لك دابتك التي هي أعظم منك قوة وأكبر منك حجما سخرها الله لك لتنتفع بها إنها نعمة من الله عز وجل رأيت الرجل أو الطفل الصغير يأخذ بلجام الجمل الكبير سخره الله عز وجل له يسيره كيف يشاء لذلك كان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ركب الرجل الدابة أو الراحلة أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فتسخير الكائنات للإنسان نعمة من الله عز وجل بل نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان وإن من أعظم نعم الله عز وجل عليك نعمة الإسلام وهذه نعمة قد أخرت ذكرها لأهميتها أن ولدت فجعلك الله مسلما تدين لله بالإسلام ولدت يوم ولدت لأبوين مسلمين فوفقت إلى ما لم تجتهد له نعمة بل أي نعمة أعظم من هذه النعمة كم من رجل لم يعرف عن الإسلام شيئا كم من رجل ولد لأبوين يهوديين أو نصرانيين فمسخاه عن الإسلام فهودانه أو نصرانه أما أن فقد وفقك الله عز وجل لأبوين مسلمين فولدت موحدا تعرف الإسلام تعرف القرآن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام نعمة عظيمة أن هديت إلى أعظم دين أن وفقت إلى أعظم كتاب أن اقتديت بأعظم رسول صلى الله عليه وسلم كم من محروم قد حرم هذه النعمة والله أيها الكرام إن القلب ليحزن حزنا شديدا حينما نرى ونسمع أن كثيرا من بلدان المسلمين مما يسافر إليها بعض إخواننا يحفظهم الله إلى هذه الساعة لا يعرفون شيئا عن الإسلام بل إذا سمعوا عن الإسلام شيئا لا يعرفون عنه إلا القتل والذبح والتدمير والدماء وإنا لله وإنا إليه راجعون وهذا الأمر مما سنسأل عنه بين يدي الله عز وجل أنعم الله علينا بالإسلام وأوجب علينا أن ندعو إليه على بصيرة فتقلبنا في نعمة الله ولم نؤدي شكر هذه النعمة إن كل مسلم في رقبته لهذا الدين حق عليه أن يبذله عليه أن يجاهد في نشر هذه الدعوة على قدر ما يستطيع وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آله صلى الله عليه وسلم نعم لا يحصي عددها إلا الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو توقفت أيها الأحبة الكرام مع هذه النعم معددا لما انتهيت من مقامي هذا ولكني أود أن أجعل هذا المجلس هو المجلس الأخير في حديثنا عن شكر النعم وأود أن أسأل سؤالا أجيب عنه بعد هذا الفاصل ألا وهو كيف أكون لله عبدا شكورا تحدثنا عن الشكر تحدثنا عن نعم الله عز وجل تحدثنا عن أركان الشكر وتعريفه والسؤال كيف أكون لله عبدا شكورا هذا ما أجيب عنه إن يسر الله عز وجل لنا بعد هذا الفاصل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر